بسم الله الرحمن الرحيم مادة الدراسات الإسلامية للصف الثالث المتوسط مادة الفقه الوحدة الثالثة الإيمان والنذور تعريف اليمين اليمين في اللغة الحلف سمي يمينا لأن العرب كانوا إذا حلف بعضهم لبعض أخذ كل واحد بيمين صاحبه واليمين شرعا توكيد شيء بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته عقب حرف من حروف القسم الثلاثة وحروف القسم هي ألوان والتاء والباب اذكر أمثلة على اليمين بأسماء الله والله وتالله وربي اذكر أمثلة على اليمين بصفة من صفات الله وعظمة الله أنواع اليمين اليمين من حيث حكمها وما يترتب عليها نوعان النوع الأول الأيمان الجائزة وهي قسمان القسم الأول اليمين المنعقدة الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته قاصدا أمرا مستقبلا مثل والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا والذي نفسي بيده لا أفعلن كذا أقسم بالله أن تتعشى عند الليلة حكمه جائزة وإذا حنث فيها وجب عليه الكفار لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان اليمين اللغو ألف ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين مثل إي والله وبلا والله ولا والله با يحلف يظن الأمر على وجه ثم يتبين خلاف ذلك حكمه لا يترتب عليه شيء لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم النوع الثاني الأيمان المحرمة وهي قسمنا القسم الأول اليمين الغموس الحلف بالله تعالى على أمر ماضي يقتطع به حق أخيه كاذبا عامدا مثل والله إن هذا المال لي وهو كاذب حكمه حرام وهي كبيرة من كبائر الذنوب ولا كفار فيها لأن إثمها عظيم ويجب فيها التوبة الصادقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس اثنين اليمين بغير الله كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالآباء أو بالأولياء وغيرهم حكمة حرام وهي شرك أصغر لا كفار فيها لأنها غير منعقدة بليجب فيها التوبة الصادقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقول لا إله إلا الله ألف يبين الحديث الأول أن الحلف بغير الله تعالى شرك وهو شرك أصغر باء من كفارة الحلف بغير الله تعالى قول لا إله إلا الله الحنث في اليمين الحنث هو مخالفة اليمين وذلك بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله تمرين مثال للحنث في اليمين المثال الأول فعل ما حلف على تركه قال شخص والله لا أركب السيارة ثم ركبها قال شخص والله لا أزور فلان ثم زاره المثال الثاني ترك ما حلف على فعله قال شخص والله لا أذهبن معك إلى السوق ثم لم يذهب قال شخص والله لا أعطي أنك القلم ولم يعطيه إياه حكم الحنث يختلف حكم الحنث في اليمين باختلاف اليمين التي حلفه فيما يلي بيانه حنث واجب إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم والله لا أصلي في المسجد والله لا أسرق أنه سيارة فلان ثنين حنث مستحب إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه والله لا أصلي السنة الراتبة ثلاثة حنث محرم إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم والله لن أعقى والدتي أربعة حنث مكروه إذا حلف على فعل مستحب أو ترك مكروه والله لا أصلي ين الوتر خمسة حنث مباح إذا حلف على فعل مباح أو تركه والله لن أركب السيارة كفارة اليمين من حلف يمينا منعقدة وهو بالغ عاقل ثم حنث فيها وهو مختارا ذاكرا ليمينه وجبت عليه الكفارة تضمنت هذه الفقرة الشروطة التي يلزم توفرها حتى تجب الكفارة أن يكون اليمين منعقدة ضده اليمين غير المعقدة ثنين أن يكون الحالف بالغا ضده غير البالغ وهو الصغير ثلاثة أن يكون الحالف عاقلا ضده المجنون أربعة أن يحنث في يمينه ضده أن يبر بيمينه خمسة أن يكون الحالف مختارا ضده مكرها ستة أن يكون الحالف ذاكرا يمينه ضده ناسيا يمينه وهذه الكفارة قد بيّنها الله تعالى بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم نستفيد من هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين اختيار فعل واحد من ثلاثة أمور الطعام عشرة مساكين كسوة عشرة مساكين تحرير رقبة ومن لم يجد شيئا مما سبق فإنه صيام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون هذه الأيام متتابعة تمرين فيصل تاجر حلف يمينا بالله تعالى أن لا يأكل الحلويات ثم أكلها وبادر إلى الصيام ثلاثة أيام متتابعة كفارة اليمين ما الخطأ الذي ارتكب فيصل في كفارة اليمين أنه بادر إلى صيام ثلاثة أيام لماذا الواجب أن يكفر عن يمين بطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لأنه قادر على ذلك أحكام اليمين من كرر اليمين على فعل واحد ثم حنث فيه فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة كما لو قال والله لا أذهب معك ومن الغد قال والله لا أذهب معك ثم ذهب معه فليس عليه إلا كفارة واحدة من حلف على شخص أن يفعل شيئا ولم يكن في ذلك إثم فيستحب للمحلوف عليه إبرار قسم أخيه كما حلف عليه صاحبه أن يقبل إعطيته فيستحب إبرار قسمه من حلف على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعل وجب على الحالف أن يكفر عن يمينه كمن حلف على صاحبه أن يقبل إعطيته فلم يقبلها لزم الحالف كفارة يمينه بين حكم الكفارة فيما يلي رجل حلف أن لا يشرب عصيرا فأشربه صديقاه بالقوة تجب الكفارة لأنه لا تجب الكفارة لأنه مكره غير مختار شخص حلف أنه لم يأخذ أدوات زميله بالأمس وهو كاذب لا تجب عليه الكفارة لأنها يمين غموس رجل حلف أن يزور قريبها اليوم ولم يزوره تجب الكفارة لأنه حنث في يمينه رجل حلف أن لا يدخل بيت صديقه فدخله ناسيا لا تجب عليه كفارة لأنه ناس غير ذاكر الاستثناء في اليمين المراد بالاستثناء في اليمين تعليق اليمين بمشيئة لا مثل والله لا أشتري هذا البيت إلا أن يشاء الله أقسم بالله لا أسافر غدا إلا أن يشاء الله الاستثناء في اليمين سنة والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه ومن استثنى في يمينه فإنه يستفيد عدم لزوم اليمين له فيكون مخيرا في الالتزام باليمين أو تركها وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله لم يعتبر حنثا ولم تلزمه الكفارة حفظ اليمين أمر الله تعالى بحفظ اليمين فقال واحفظوا أيمانكم وذلك لعظم شأن اليمين ويدخل في حفظها أمور عديدة وهي الحلف بأسماء الله والصفات وتجنب الحلف غير الله اثنين الإقلال من الأيمان وتجنب الاكثار منها الصدق في اليمين وتجنب الحلف بالله تعالى كذبا البر في اليمين وتجنب الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرا من الاستمرار فيها ترك الحلف على الآخرين في صغائر الأمور أو يحراجهم بالحلف عليهم في أمور لا مصلحة فيها اجتناب ما في حكم اليمين من تحريم الحلال أو الحلف بالطلاق التمرين عن عبد الرحمن بن سامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير في رواية فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك ماذا نستفيد من الحديث ويجوز تقديم الكفار على الحنث في اليمين تحريم الحلال حكمه وكفارته تأمل الأمثلة التالية قام شخص قال شخص حرام علي دخول بيت فلان وقال ثاني يحرم علي أن أكلم فلان وقال ثالث ما أحل الله علي حرام إن ذهبت إلى الموضع الفلاني باء تأمل الأمثلة التالية قال شخص والله لا أدخل بيت فلان وقال ثاني والله لا أكلم فلان وقال ثالث والله لا أذهب إلى الموضع الفلاني ما وجه التشابه بين الأمثلة في كل الحالتين الشخص يريد أن يمنع نفسه من شيء ولأجل هذا التشاب في النتيجة فإن الله تعالى قد جعل تحرم الحلال له حكم اليمين وذلك في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فعلى هذا ما الكفار الواجب على من حرم على نفسه شيئا مما أباحه الله تعالى ثم أراد أن يفعله كفارته كفارة يمين فكر من خلال ما سبق وكتب صياغة مناسبة للمقصود بتحريم الحلال أن يحرم على نفسه شيئا مباحه الله هل يحق لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله لماذا؟ لأن التحليل والتحريم حق خاص لله تعالى النذر اشتد المرض على سلمان فدع الله تعالى أن يشفيه وقال إن شفان الله عز وجل أصومنا شهرا كاملا وبعد فترة من الزمن شفى الله سلمان ما الذي يسمى فعله؟ يسمى نذر ما حكم هذا القول منه؟ حكم اليمين المنعقدة ما حكم الوفاء بهذا والالتزام الذي التزمه وهو صوم شهر كامل يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة تعريف النذر النذر في اللغة الإيجاب وفي الشرع إيجاب الشخص على نفسه شيئا لله تعالى ليس واجبا عليه بأصل الشرع وهذا الإجاب يكون بعدة صيغ مثل لا علي أن أفعل كذا أو نذر علي أن أفعل كذا أو لئن حصل لي كذا لأفعلن كذا فكر اذكر أمثلة لأمور ليست واجبة صيام الاثنين صدقة التطوع اجعل كل واحد من الأمثلة السابقة في صيغة تدل على إيجابه المثال الأول نذر علي أن أصوم الاثنين القادم نذر علي أن أتصدق بمئة ريال حكم النذر الأصل في النذر أنه مكروه والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخير مثال نذر شخص إن وجد سيارة المسروقة أن يتصدق بألف ريال نذر شخص أن يعتمر في شهر رمضان النذر الغير الله شرك وذلك أن النذر عبادة يجب صرفها لله تعالى فمن صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك وهذا النوع من النذر باطل وغير منعقد وهو من الشرك بالله تعالى ويجب التوبة منه مثال نذر شخص إن رزق بمولود أن يذبح شاه عند قبر أحد الصالحين تقربا لصاحب القبر أو نذر أن يذبح عند قبر لأحد الأولياء أنواع النذر النذر معاقدة ستة نذر الطاعة وهو نذر فعل طاعة كقول نذر علي أن أصوم كل خميس لله علي أن أتصدق بألف ريال إذا نجحت فلله علي أن أعتمر لأن شفان الله لا أذبحن نذر المعصي وهو نذر فعل محرم مثل نذر علي أن نذر أن يشرب الخمر ونذر صوم يوم العيد النذر المباح أن ينذر فعل شيء مباح فيقول نذر علي أن آكل لحمة لله علي أن آتيك بالسيارة النذر المكروه وهو أن ينذر فعل شيء مكروه أو ترك شيء مستحب نذر علي أن أطلق زوجتي نذر علي أن لا أصل السنة الراتبة نذر اللجاج والغضب هو تعليق النذر على آمر بقصد الحث على الفعل أو الامتناع عنه أو التصديق أو التكذيب مثل إن كلمتك صمت شهرا وإن جئتك فعلي صدقة ألف النذر المطلق وهو ما لم يسمى المنذور فيه مثل لله علي نذر ترجمة نانسي قنقر